ايه ده ايه ده ايه ده انتو لسه صهرانين بتعملوا ايه انتو نسيين ان عندكم مدرسة الصبت يلا يلا كل واحد على سريره ايوة يا ماما مش كنا بنرحب بهادة بنت خالتنا طيب لازم تستفيدوا من الوقت ده يتذكروا يتناموا انا ذكرت يا خالت وخلصت واجباتي وكنت عادة بتسلم عيه وانا كمان يا ماما يا سلام ايش ترى دي معقول حلتوا الواجب وذكرتوا لوحدكم كده لا 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 مش معقول طيب يا خالتوا انا اللي شجعتهم وخلتهم يخلصوا مذاكرة ويحلوا الواجب عشان نقود نلعب مع بعض ونتكلم طيب يلا يا هانا على قطتك وانتو نتنع على سريركم يلا تسبحوا على خير واخرخدك من الان احضر لي صباح الخير يا ماما صباح الخير يا هانا يا حبيبتي انا هقوم ألبس بها وجهة عشان نروح المدرسة طيب يا حبيبتي البسي وتعالى ما اديكي مصروفك حاضر يا ماما هانا انت صحيتي طيب كويس ان انت صحيتي الوحدة مش زي نادين ومصطفى لازم أصحيهم بنفسي يلا يا امد قومي عشان تاخد الدواء هسابلك الدواء والمية جنبك وانا هروح أصحي نادين ومصطفى وارجعلك تاني خليكي يا خالتوا انا هروح أصحيهم طيب ماشي روحي يا حبيبتي نادين مصطفى يلا قصوا عشان نروح المدرسة يلا كل يقوم هنتأخر انا صحيتي اهو طيب يلا بقى تعالوا ما كل واحد فيكم ياخد مصروفه وياخد السندوتشات بتاعته انا هبشي بقى يا ماما اروحي المدرسة طيب يا حبيبتي خدي مصروفك اهو شكرا يا ماما سلام مع السلامة يا حبيبتي صباح الخير يا بابا صباح الخير يا بابا صباح الخير يا عم صباح الخير يا أولاد ايه النشاط ده؟ اشكرني بقى يا عم عشان أنا اللي صحيتهم بدري برافو عليك يا هنة عرفت تصحيهم ده نومهم صعبة قوي من دلوقتي يا عم هعلمهم السحيين بدري ويا ريت كانت مدرست معيهم كنت هعلمهم اللي اندباط أنا إن شاء الله هكلم باباكي عشان نعملك تحويل للمدرسة هنا تبقى مع مصطفى وندين عشان يعني تبقى المدرسة قريبة عن مدرستك أي معم يا عمو أنا متعودة على المدرسة بتاعتي بس مفيش مشكلة ياريت أبقى مع مصطفى وندين في مدرسة واحدة يلا تفضلوا خدوا مصروفكم شكرا يا بابا شكرا يا بابا إيه يا ندين إيه يا حنة خدي حبيبتي أنت كمان مصروفة شكرا يا عمو ما مردتني مصروفي طيب يا حبيبتي لو احتاجتي فلوس هيبي قوليلي شكرا يا عم ربنا يخليك سلام يا بابا مع السلام يا أولاد سلام عليكم إزاك يا رامد أهلا يا صلاح خير في حاجة ماينفعش أبدا اللي انت عملته مع بنتك ومراتك ده عندي يسيب بنته كده ومراته التعبانة المريضة والله يبقى أنا مش فائق للكلام ده إنجز عايز تقول إيه أنا مش فاضي أصل أنا هتجوز عقبالك واضح إن الكلام معاك مش هيجيب نتيجة المهم أن عايزك في موضوع كنت عايزة أعمل تحويل لهنا من مدرستها للمدرسة بتاعت الولاد مدرسة جنبنا وقريبة لا خليها في مدرستها مش أحاول لها طيب ليه بس إيه المدرسة بعيدة والله يبقى أنا مش فاضي للكلام ده أودي ورق هنا وأجيب ورق من هنا وأدفع فلوس لا 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 خليها في مدرستها في أي حاجة تاني لا خلاص هي الكلام معاك مفيش منه فايدة ما تنساش تبقى تيجي الفرح سلام عليكم إزيك يا ماما سلام عليكم إزيك يا ماما أهلا حبيبي يلا طلعوا غيروا لبسكم هي أنا رجعت ولا لسه يا ماما لسه ما رجعتش طبعا مدرستها بعيدة شوية عنكم زمانها جاية يلا بس غيروا لبسكم عشان عندي غسيل حاضر يا ماما سلام عليكم إزيك يا خلطو أهلا أنا حبيبتي يلا طلعوا غيروا لبسكم هاتيلي اللبس ده عشان هاخسل حاضر يا خلطو مصطفى ونادين رجعوا أيوة رجعوا ماشي إزيك يا ماما أخبارك إيه دلوقتي الحمد لله كويس يا حبيبة ماما هتقدر تنزل تتغدي معنا لا يا حبيبتي أنا مش بقدر أقوم من السرير يا حبيبتي يا ماما ربنا يشفيك سلام عليكم إزيك يا سارة وعليكم السلام إزيك يا سلاح مالك شكلك زعلان ليه كده أبدا اتكلمت مع رامي ده إنسان مش طبيعي وكمان رفض إنه هو يحول لبنته من المدرسة اللي هي فيها للمدرسة التانية معقول تصرفاته غريبة جدا مش طبيعي أبدا الله يكون في قونك يا عمل يا أختي دي هانا كانت مبسوطة إن هي هتحول مدرسة قريبة وتبقى مع نادين ومصطفى حظها بقى إن واحد زي داي بقى باباها بقول لكم إيه بقى هننزل نتغدى وبعد كده نخلص الوجب بتاعنا مش نشيله البالليل فاهمين؟ إيه ده بقى أنت هتعلمينا الانضباط ولا إيه؟ لا ما ينفعش كده هو كل يوم هنحل الوجب بدري؟ أيوة طبعا المفروض بعدا ما نتغدى نرتاح شوية ونخلص الوجبات بتاعتنا ومذاكرتنا وبالليل نقعد نتكلم ونعمل اللي هم عايزينه لكن ما ينفعش نضيع الوقت انت بقى جاية ربنا من أول وجديد يا هانا ماشي يا ستة هانا هنعمل زي ما بتقولي جايز نتعلم الانضباط عم صلاح خلاص هتحولي من المدرسة وابقى مع مصطفى ونديم؟ معلش يا هانا باباكي مش موافق هل ليكي بقى السنة دي وان شاء الله السنة الجاية أنا هحولك يا خسارة كنت عايزة روح واجي معهم كل يوم أنا عارفة أن بابا مش بيحبني ومش بيحب يشوفني مبسوطة أبدا لا لا يا حبيبتي ازاي بابا بيحبك بس هو مشغول شوية على فكرة يا عم صلاح أنا مش صغيرة هتضحك علي بالكلمتين دول بابا لو بيحبني ما كانش سابني أمشي أنا وماما يا حبيبتي يا هانا منك الله يا رامي تعمل كده ببنتك يلا يلا يا هانا يلا يا صلاح يلا يا أولاد الغد جاهز يلا سلام كان نفسي أكون معاكم في نفس المدرسة بس مش مشكلة من السنة الجاية ان شاء الله هبقى معيكم سلام سلام عليكم ازايك يا صارة وعليكم السلام أهلا يا صلاح ما لك فيه ايه خبر مش حلو أبدا يا صارة الشركة فيها مشاكل كتير واضطروا يخفضوا مرتبتنا ايه ليه كده بس مش عارف هعمل ايه هو احنا نقصين ده المصاريف كتير قوي مش عارف انا بفكر اشوف شغل تاني فترة بالليل اهو يعود اللي هيتخصم من المرتب ده هيتخصم النص يا صارة وانتي عارفة بقى مصاريف الأولاد مدارس ولبس وأكل معلش يا صلاح ما تزعلش ربنا مش بيسيب حد ربنا بيرزقنا ونعمة بالله يا صارة يا خبر عم صلاح هيشتغل بالليل كمان عشان يقدر يصرف على البيت انا لازم اكلم بابا واقوله يزود الفلوس اللي بيبعتها عشان تساعد شوية في المصاريف سلام عليكم ازايك يا ماما عاملة ايه الحمد لله يا حبيبتي ماما عم صلاح عنده مشكلة انا سمعته هو بيتكلم مع خالته وبيقول لها ان الشركة خفضت المرتبات بتاعتهم والفلوس بقت قليلة وهيضطر يشتغل بالليل يا ماما معقول مسكين يا صلاح قطر خيره استحملنا كتير هو وصار أختي احنا لازم نمشي من هنا مش هيبقى مصارفهم وكمان مصارفنا عليهم ماما انا هكلم بابا واقوله يزود المصروف اللي بيبعته كل شهر ويساعد في المصاريف شوية اصلحنا برضو هنروح فين والله عندك حق مش عارفة هنروح فين وكمان انا تعبان لا هقدر اشتغر ولا هقدر اتحرك انا هتصل به واقناع انه يوافق يزود الفلوس شوية الو ازيك يا بابا بابا اهلا يا هنة ازيك يا حبيبتي عامل ايه انا كويسة يا بابا بابا كنت عايز اطلب منك طلب طلب ايه ده كنت عايزك تزود الفلوس اللي بتبعتها كل شهر الفلوس مش بتكفينا يا بابا احنا محتاجين مصاريف كتير ملعلك بتاع ماما عم صلاح كم بيدفعوا اه انا ما معايش فلوس دلوقتي حبيبتي يلا بقولي العم صلاح يديكم فلوس ولا خلته تتصرف بقى كده يا بابا شكرا مع السلامة مع السلامة يا حبيبتي مرضيش يا ماما وكابر ما كانش عايز يكلمني ما انا عارفة يا حبيبتي بتكلميه ليه بس فعلا انا غلطانا ماما خلته عاملة عصير حلوة قوي جبتلي الكباية قم يلا عشان تشعبيه ماما يا ماما ماما يا ماما رد علي يا ماما ردي علي الحقييني يا خلته خلته ايه ايه يا هانا مالك ماما طعبانا قوي يا خلته ومش بترد علي انا هامل يا امل ردي علي يا يامل هامل 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 ردي علي يا امل هامل هامل ماما انا زعلانة قوي يا خلته هامل 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 ما علش يا حبيبتي الله يرحمها وبعدين مش هنحسسك انيya مش موجودة إنتي هتبقى في وسطنا ومعينة أنا هبقى مامتك وعمه صلاح هيبقى زي باباكي بالزبط يا فاية على عمه صلاح كده اتحملني كتير أنا ومامتي وكان بيصرف علينا كتير أنا عارفة أن الدنيا والمصاريف غالية أنا لازم أرجع عيش مع بابا هو بابايا ولازم يتحمل مصاريفي أنا هخضر شنطتي وامشي أروح عيش مع بابا أنا رايحة فين يا حبيبتي الشنطة اللي معاك دي أنا هروح عيش مع بابا يا خلط تعيشي مع بابا أنت عايزة تمشي وتسيبيني إليه أنا احنا زعلناك في حاجة بالعكس يا عمه صلاح أنتو بتحبوني وبتعملوني كويس جدا كأن ماما موجودة بالزبط بس أنا عارفة الظروف المصاريف غالية قوي وأنا كمان محتاجة مصاريف وحضرتك بتشتغل الصبح وبالليل عشان تقدر تجمع مبلغ كويس مصطفى وندين أولى بالمصاريف دي إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده أنت بنتنا وكمان باباك بيبعت مصروف لكي كل شهر يعني إحنا بنصرف عليكي من فلوسك لا يا خلط ما تتحكيش علي أنا مش صغيرة أنا عارفة كويس قوي أن الفلوس اللي بابا بيبعتها قليلة جدا ومش بتكفي أي حاجة وحضرتك يا عمه صلاح اللي بتدفع كل الفلوس اللي أنا بحتاجها كفية عليكم كده أنا هروح عيش مع بابا هو أولى بمصاريفي ولو احتاجت أي حاجة أكيد هارجع لكم أنا مش هقدر أبنعك أني أنت تعيشي مع باباكي بس البيت مفتوح لك في أي وقت يا هنة أنا مش موافقة أني أنت تروحي أنت هتبضلي معنا هنا معلش يا خلط سبيني براختي أكيد لو فيه حاجة هارجع وأنا بحبك زي مامتي مع السلامة طيب استني حبيبتك ما وصلتلي لا يا عمه صلاح أنا هعرف أروح لوحدي ابقوا سلمولي على ندين ومصطفى سلام يوه طبعا بابا لسه مرجعش من الشغل أما دور على المفتاح في الشنطة يا رب لقيه ما يكونش ضع أو سيبته هناك الحمد لله لقيت المفتاح ياه هقدق إيه لبيت وحشني قوي بس أنا نسيت حاجة مهمة إن بابا متجوز ممكن تكون مرات وهي كمان خرجت مش موجودة مخدش فتح للبابا مرانيت الجرس يا طنط يا بابا مفيش خد هنا أما عدى استنهم بقى ما يرجعوا يا حبيبتي يا ماما افتكرت الأيام الحلوة اللي كنت عايشها معاك هنا إيه ده بسم الله الرحمن الرحيم أنت هنة أيه يا بابا هنة أنت تخضيت كده ليه مش كفية أنك ما بتسألش عني خالص حتى بعد ماما ما ماتت ما سألتش علي وقلت تعالي عايش معايا أنت إيه اللي رجع مش أنت عايشة مع خلتك قالوا مش عايزينك وقالولك روح عند باباك صح؟ أول ما مبدك ماتت بعوك بالعكس يا بابا عامه صلاح وخلت صارة ما كانوش عايزيني أرجع لك هنا طنع عايزيني أفضل عايشة معاهم بس بصراحة ظروفهم بيت صعبة قوي ومش معاهم فلوس كتير كمان مش هخلهم يتحملوا مصاريفي أنت أولى بمصاريفي يا بابا وأنا قررت عايش معاك هنا تصرف علي يا أنت وبعدين قولي هي مراتك فين؟ مراتي؟ ما أنا طلقتها وهتجاوز واحدة تاني هتتجاوز تاني يا بابا ما خلاص بقى ما تتجاوزش وانا هعيش معاك هنا أنا بنتك ولازم تاخد بالك مني أخلص منها إزاي دي بقى بقولك إيه يلا خد شانطتك تاني وارجعي عند خالتك أنا أصلا هسافر هتسافر؟ هتسافر فين يا بابا؟ هو تحقيق يلا بقى خد شانطتك وارجعي بقى كده يا بابا أنت مش عايزني؟ لا أصلا أنا مش فاضي وهسافر ومش هعرف أخد بالي منك يلا خلتك أولى بيك هتبقى زي مامتك بالضبط يلا حبيبتي تعالى ما وصلك لا يا بابا شكرا أنا عارفة الطريق جويس بعد إذنك يا الحمد لله وأنا كنت ناقص هم هنه هنه الحمد لله أن أنت رجعت تاني أني كنت زعلان عشان أنت مشيت مشيت وسبتنا ليه بس يا هنه خلاص ما تزعلوش أنا رجعت تاني بابا خلاص مش عايزني يعني مش هقدر أرجع هناك تاني طيب ادخل ادخل أنا رجعت لإيه يا حبيبتي بابا زعلج في حاجة خلاص يا خلتو بابا أصلا نسيني ومش عايزني قال لي روح يعيش عند خلتك وما تجيش هنا تاني أصله هيتجوز تاني يا خلتو طيب ما هو كان متجوز لا ما هو طلقها وهيتجوز واخد غيرها على العموم يا حبيبتي خلاص أنت ما ينفعش تسيبي هنا ده بيتك هتفضل يعيش معنا على طول زيك زي مصطفى وندين ربنا يخليك ليا يا خلتو ويخليك ليا يا حبيبتي